طير نادر آخر من الطيور المهاجرة وقصة نجاح أخرى لجزائري في ديار الغربة يصنف على أنه واحد من القلائل الذين نجحوا في طب العظام ليس في الدنيمارك التي يقطن بها والدول الإسكندينفية ولكن في أوروبا جمعا الشروق الإخبارية التقت بالطبيب الجراحي في العاصمة الدنيماركية كوبنهاجن ليفتح باب بيته ويتحدث عن تواجد الجزائريين في هذا البلد الصغير في المساحة وعدد السكان والكبير بالعلوم والتكنولوجيا حوالي 1300-1400 جزائري في الحق كلهم مقيمين بطريقة صحيحة ومتأقلمين جد التأقلم مع العقلية ومع الدنيماركيين يتكلموا اللغة بطريقة ممتازة وفيهم على اختلاف المستويات فيهم أطباء حوالي 7 أو 8 أطباء موجودين في المستشفى الدنيماركية فيهم محاميين 2 أو 3 فيهم كذلك ديزين جينيور ديزين جينيور مؤخراً كان بعض الطلبة ليجوا باش يديروا بعض البياشتي لو الجزائر في يوم من الأيام تكون محتاجة لأي شيء بإمكاني أني أساعد فيه يعني أنا مستعد باللحظة القصة نجاح ابن مدينة أم البواقي ورثها لابنته بطلة الدنيمارك في السباحة والتي فضلت تحقيق حلم جدها بتقمس ألوان المنتخب الجزائري المناسبة كانت سانحة ليعود اللقاء بين البروفيسور وصديقه الإعلامي الجزائري حاج سعيد شيتور الذي دعا إلى العناية بالنخبة الجزائرية المهاجرة هذه مناسبة طيبة جدا للاتقاء مع البروفيسور مصطفى بن يحيا هذا شرف لنا وشرف للجزائر الأمة الجزائرية أنه يكون طبيب ومختص من الشهور هنا في الدنيمارك وحتى الدنيماركيين يقعدوا حتى ست شهر سبعة شهور يسناوا ينتظروا باش يعملوا عملية عند البروفيسور مصطفى بن يحيا والجالية الجزائرية راه هي كبيرة في بلدان هذه اسكندنافيا شمال أوروبا ولازمنا يعني نهتم بهم تستمر رحلة الطيور المهاجرة لكن عودتها إلى بلدانها أمر محتوم في الغالب ينتظر إرادة سياسية فقط لتوفير البيئة لمنح قيمة مضافة إلى كل القطاعات لسيما في عالم ما بعد البترول مفادو الشروق الإخبارية إلى كوبنهاجن فتحي شفيق لمحنط موسيقى